مش بس الحقيقة الأولى هي حقيقة إنسانية المسيح أنه إنسان كامل الحقيقة الثانية هو أن الميلاد العذراوي تعلن لنا ألوهية الرب يسوع المسيح إذا رفضنا الميلاد العذراوي هو رفض بكل صراحة وإنكار ألوهية المسيح وقدرته على أن يخلصنا خلي باله أنه الخلاص هو عمل إلهي كامل لا دخل للإنسان فيه حاول إنسان ولكن عجز وفشل آدم فشل يعني حتى في فترة ما قبل النموس نموس لأنفسهم بدل ما أنه يعبدوا الخالق أعبدوا المخلوق ثم جاء النموس النموس عم بقول بيوري أنه إحنا خطاء وأنه فيش إنسان كامل وبنفس الوقت النموس لا يخلص ولكن النموس يوجهنا إلى شخص يسوع المسيح الكامل هو المخلص هو المخلص مشان هيك واحدة من أسماء المسيح المخلص هي اسم يهوى في العهد القديم فإذا بتشوف ألوهية المسيح وقدرته أن يخلصنا شيء ثالث الميلاد العذراوي هو بصراحة هو الحل المعدلة هو الحل مشكلة الخطية نعم حقيقة كون يسوع معصوم من الخطأ فالمخلص أو الذبيحة ينبغي أن تكون كاملة وبلا عيب المسيح منزه عن كل خطية هو قدوس بار طاهر مكتوب عنه لم يعرف خطية لم يفعل خطية وهذه كل آيات ليس فيه خطية ولد أعاش بدون خطية لأجل خلاصنا فهو النور الحقيقي لا ظلم البت فيه نور لا يدن منه وهو الذي قال من منكم يبكتني على خطية تظهر ألوهية يسوع المسيح شيء آخر عقيدة وحقيقة الميلاد العذراوي تقودنا إلى حقيقة خلاصنا بالنعمة النعمة هي عطية مجانية لا نستحقها بالنعمة وحدها لأن الخلاص هو مبادرة إلهية الله اللي بادر في موضوع الخلاص الآب هو صاحب القرار زي ما قلت أن الإنسان ما عندهش أي دخل في موضوع الخلاص ثم الخلاص أحبائي هو من خلال ابنه المتجسد بعمل الروح القدس لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح حتى أن العذراء مريم هي أقرت بنفسها أنها أداة مختارة في عمل الله الفداء تعرفوا مكتوب فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك فإذا هذا الخلاص يعني ولد يسوع المسيح مش عشان يكون سوبر مان ولا نبي عظيم ولد المسيح الغرض من الولادي هو أن يموت على الصليب ويقوم من الأموات لو لم يقم المسيح من الأموات فكل إيمان المسيحية باطلة لأن كل المسيحية تتمحور حول عقيدة القيامة المسيح مات على الصليب ولكنه قام وهو حي إلى أبد الأبدين وهو الشفيع وهو يتواصل ويتفاعل معنا من خلال الروح القدس ترجمة نانسي قنقر